السلام عليكم. اهلا بكم كواتم على الفيديو الجديد. اهلا بكم كواتم على الفيديو الجديد. المنتخب الوطني المغربي. يمكن شوفوا تمانية دية المدافعين في لائحة المنتخب الوطني المغربي. تمانية امودة فيها بطبيعة الحل جدا. اولى نقاش فيها. تمانية دية المدافعين اللي ممكن يكونوا من المنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحل. اللي ممكن لاتسو لائحة المنتخب المغربي في شهر يونيو المقبل حين اليوم في حداش ابريل. بطبيعة الحل جدا. اولى نقاش فيها تمانية مدافعين لاتسو آآ المنتخب الوطني. فهي تجد لقاءات الصعبة اللي عنا لما مع المنتخب الزامبي ولا مع المنتخب الكونجو برازابيل عنا اللقاءات الصعبة بطبيعة الحال. المنتخب الوطني المغربي. آآ ضد منتخب زامبي ضد منتخب الكونجو برازابيل بطبيعة الحال. واللقاءات الصعبة صراحة عن دينا النقبة الوطنية ودينا المنتخب الوطني المغربي. اللقاءات اللي هي كبيرة بطبيعة الحال. لا جيدة لا ولا نقاشها فيها. اللقاءات اللي هي صعبة صعبة الميراس بطبيعة الاحال لا أمام زامبيا ولا أمام كونغو برازابيل اللقاءات الصعبة والصعبة للنقبة الوطنية والمنتخب الوطني المغربي في المواجهة أمام زامبيا ولا أمام الكونغو برازابيل حيث كون جوج مواجهة من المواجهات الصعبة عم بدأ لإحديتنا بطبيعة لحال في مركز قد تантиفها في شاريوني وبدأ لعب عبد كبير عبقار لعب دي agre before Absence لعمل عناصر بطبيعة الاحال جيدة بطبيعة الحال للمنتخب المغربي لا جيدة لأول نقاش ممكن يكون قلت ممكن يكون لان ان شاء الله لعب معنا لقاء واحد لقاء انجولا اللي يفوزنا باب واحد الزايرة وما تخلوش مرموانا اهداف ولكن اللاعب كتحسبه في حال مرتابك شيئا ما لاعب عبدكبير عبقار اللي يبقى من الاسماء اني ممكن كان رائع ممكن يكون رائع في المستقبل مش هي لابد الحالية بقي ما نحكموش على اللاعب عبدكبير عبقار اللي عنده 25 سنة وبقي قادر انه يعطينا بالاسف دية الحويج بطبيعة حال وقت اللي ما جيه اللاعب عبدكبير عبقار اه احنا في حيتاش ابريل فقط وباقي بالاسف وخاصصا فاد لائحة يونيو وعمشو عند اللاعب نايخ آكرت لعبه طامد اللي هو من العناصر بطبيعة الحالة الرائعة في المنطخب المغربي اوم الل Latin الاركائز في المنطخب الوطني المغربي ركيزة مهم ما صراحة اللاعب نايخ آكرت في المنطخب الوطني المغربي لاعب عنده 20 عشرين عام ومعناصر كبيرة داخل مجموع دي المنتخب الوطني المغربي لعب كبير ولاعبي مميز في المنتخب طبيعة الاحال نايف اكراد 되고 نادي وسط العام الإنجليزية عنصر اليوم العناصر المهم داخل وسود الأطلس بطبيعة لميطة حال وداخل دي المنتخب الوطني المغربي لاعب صراحة بقيمة كبيرة في النخبة الوطنية وفي المنتخب الوطني المغربي لاعب نيف اجرد كيبقى من الاسماء الكبيرة صراحة انه داخل مجموعة للمنتخب الوطني المغربي. اه مشو لاعب ثالث لاعب جاود لياميق لاعب فرق الوحدة السعودي. لاعب كذلك من العناصر اللي يقدر يكون من العناصر المهم داخل المنتخب بطبيعة الحال. لاعب جاود لياميق لكي مارس فرق الوحدة السعودي. من العناصر كذلك اللي مهم زدا انه يكون معنا في المجموعة اه بطبيعة الحال. عنصر اللي مهم صراحة في مجموعة دير المنتخب الوطني المغربي لاعب جاود الياميق. والعناصر اه المهم داخل المجموعة دير النخبة الوطنية والمنتخب الوطني المغربي جاوب جاود الياميق اللي هو من العناصر اه الكبيرة صراحة داخل المجموعة دير النخبة الوطنية ودير المنتخب الوطني المغربي لاعب صراحة بامكانية دي كبيرة داخل المنتخب الوطني المغرفي عمشوا اللعب سماعين قندوس سماعين قندوس لاعب البطولة البرجيجية تكوين فرنسي عدد اللعب سماعين قندوس شاهدنا في اللقاء واحد اللقاء الرأس الاخضر اللي كان اللقاء والدفاعات وكلما انادك عدنا بزيرو بطبيعة الحال وكان عنده الوقف المدفعين بزيان صراحة لاعب سماعين قندوس لقارب الدفاع بالناظر اللي ممكن تكون جيدة صراحة في النقبة الوطنية لا شيء لأول نقاش فيها اذا هذور اربعة قلوب دفاع لقدروا يكون معنا في الاحد يونيو بطبعة الحال تربوس العبدا يوم بثلاثة يونيو وحنا بحضراش ابريل قل من شهرين وبدأ هات تربوس دير المنتخب الوطني المغربي وممكن نشوفوا التربوس طبعة حشان يمكن يجيب بطبعة الحال انا بشيء عند اللعب اشهر بحكيم يلاعب نادي باريسان جرمان الفرنسي اللي كيبقى من الاسماء الكبيرة صراحة في المنتخب المغربي وكن حسبونا افضل ظاهر ايمن في العالم بدون نقاش او جداد اشرف حكيم الاسماء الكبيرة داخل المنتخب الوطني المغربي اسم كبير صراحة في النقبة الوطنية وفي المنتخب الوطني المغربي اشرف حكيمي لاعب باريسان جرمان الفرنسي من العنصة الكبيرة داخل المجموعة دي المنتخب الوطني المغربي من اللاعب المتميزين داخل النقبة الوطنية وداخل المنتخب الوطني المغرفي. الشرف حكيمي. لاعب نادي باريسان جرمان فرنسي اللي هو عندب تكون اسباني وكلعب في نادي الرياء المادريد السابقة. لاعب في نادي الرياء المادريد السابقا. كنتظر لعب في عام موسم واحدة. والان الموسم في التالي هادا ثلاثة ديال الموسموه والان في نادي باريسان جرمان. عام شو عند لعب ايو بعلوت. لاعب لباقي كليلاعب الويدر البرضاوي. لعب متميز صراحة لعب كندر جراجي عيتم الروح لفلائحة نوامبر الفين وثلاثة وعشرين اللي كنت وزهنا الطنزانية طبعا كانت وزه معنا الطنزاني ما لعبش لانه كان اشرف حاكيمي الذي يعني ضرب الززاء كانت ثم معه الزيانا كان ضرب الززاء بطبعه لعب اشرف حاكيمي اذا ايو علود اليوم لاناصر بطبعه لاناصر الرائع واللي ممكن يكون داخلها المنتخب الوطني المغربي ممكن يكون جيد صراحة في النقبة الوطنية ايوب علود اللي ممكن يعطينا اضافات كبيرة داخل المنتخب الوطني المغربي لجدالة ولا نقاش في ذلك ان ايوب اللي ممكن يعطينا جزاف للحواج مزياني في الطهي الامر وكما عندوش حاكيمي ومزراوي اكي صعب علام فيو عندي يوسف الخديم لاعب الرئينا مدريد الرادف لاعب بقيش شاب بطبيعة الحال وعايتلو الرجراجي فاد لائحة مارس بطبيعة الحال ممكن يعطينا بزاف ديال الحواج صراحة في النقبة الوطنية هذا اللاعب يوسف الخديم لاعب الرادف ديالريال مدريد اللي ممكن يعطينا بزاف ديال الحاجة صراحة اذا يوسف الخديم لاعب الرادف ديالريال مدريد اللي كان صراحة صوية الفرصة وصوية بعد الدقائق لف لقاء انجولا موريطانيا ولكن ما عطاش بطاة احت حاجة مجال اللاعب الرجراجين يوسف الخديم لاعب شباتاتا ادلق اين لاد انجولا ولاد موريطانيا لاعب يوسف الخديم لي عنده 18 عاما فقط وبقي صغير صراحة يو أن 화가 مباشين عند اللعب اللاعب لعب 야حيا عطية الله الله في اللاعب البطول الروسية والعناصر بطبيعة ha Genebol هي المنطقة القجم المغربية يفادك كبير عطية الله لعبي 여기 העناسر夢 نعم الف للعب 65 اولن في قاس العالم في قاس ضمبير Ohs اذا يحيى عطية الله رائعة يمكن من True الوطني المغربي لعب رائع على جميع الجوانب. من الله عن اثر الكبيرة داخل المجموعة ديال منتخب الوطني المغربي. عصر جيد صراحة لا شدة لا ولا النقش فيها. هي عطية لليك يبقى من الاسماء الرائعة ديال النقب الوطني ديال المنتخب الوطني المغربي لعب رائع صراحة. او من الله عن اثر المنتجة داخل النخب الوطني الى جلاله ولا نقوم